عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة برئاسة النائب عناية عز الدين لمتابعة موضوع مواصفات المنتجات الغذائية للردع والأطفال المستوردة والموجودة في الأسواق اللبنانية نحن مش جهة تنفيذية بتقدر هي تروح تعمل الفحوصات أو تطلب تمويل نحن اليوم توجهنا بكتاب رسمي لوزارة الصحة العامة ولوزارة الاقتصاد باعتقد بكرة بيوصلون على أنهم ياخدوا الإجراءات اللازمة على ضوء هذه المعلومات يلي هن ممثلين صار عندهم علم كافة فيها والتفاصيل والدراسة موجودة بين أيديهم لأنه نحن واللبنانيين والمعنيين كلهم والناس الموجودة بهالبلد المعني بهالموضوع نحن منحب نعرف واقع المنتجات الموجودة هلأ بالأسواق اللبنانية لجنة الشباب والرياضة النيابية التأمت برئاسة النائب سيمون أبيراميا الذي أطلع الأعضاء على التقرير الأولي للجنة تقص الحقائق المنبثقة عن اللجنة حول ملف مسبح الرئيس إيميلا حود الأولمبي واضح بخلاصة هذا التقرير الأولي أنه بما يختص بهذا الملف بالتحديد سبتنا أنه هناك هدر أكيد بملف عدم إنجاز هذا المسبح الأولمبي لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة اجتمعت برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وذلك لمتابعة مراحل تطبيق توصيات اللجنة بخصوص هيئة إدارة السير والأليات والمركبات وخطة العمل لإنجاز الرؤية الاقتصادية للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج والدفاتر السواء يلي صار عمره عشرين سنة بعد ما طلع دفتر يلي دفع الرسم بس عطوه شقفة ورقة ما في دفتر مشكلة النافعة كتير عويسها يا أخوان عن جد بتنحل إنه منا شغلة بس نحن نطالب إنه المواصفين المدنيين يلي عندهم خبرة يلي عندهم خبرة بتخمين السيارات بالسلامة يرجعوا لأعمالهم لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه عقدت جلسة برئاسة رئيسها النائب سجيع عطي وذلك لمتابعة البحث في موضوع مصادر المياه وواقع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وسبول تحسين الأداء وفي مجلس النواب أيضا كتلة تحالف التغيير عقدت مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن تقديم اقتراحات قوانين ترجمة نانسي قنقر